النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمروا ويرجعوا في طرفة عين يعني كان عارف أن البرق بينزلوا ويرجع؟ خلال حديث رواه الإمام الناس ما كانتش عارفة أنه بيرجع أساساً دي معلومة جديدة أن البرق بينزلوا ولا يشوفوا ولا يعرفوه قبل عام 2000 يستحيل أن ترى لأن الكاميرات يمتختار الناس كانت ممكن البرق نازل إنما يرجع تاني دي جديدة صحيح ورأينا بالفيديو وبالتصوير البطيء فسيدنا رسول قال ألم تروا إلى البرق كيف يمروا ويرجعوا في طرفة عين حدد لنا في طرفة عين؟ في طرفة عين نعم تعبير نبوي هذا السبق وكالة ناسا للفضاء والآن موجود هذا التعبير على موقعهم In a blink of an eye هو ألها وقالها موقع National Geographic نعم إذن هل النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا العلم من غيره؟ سبحانك رب لذلك يعني أنا دائما أقول أخاطب كل إنسان بالفاذ أقول له أخي الحبيب قبل أن تحكم على الإسلام اقرأ هذه الحقائق الرائعة عن كتاب الله تبارك وتعالى والسنة نبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة لم يرها البشر إلا عام 2010 لأول مرة في التاريخ وحسب موقع علمي أسترالي يقول إن أول مرة تم توثيق الظاهرة عام 2003 في التاريخ هي؟ تحب أن نراها ونتحدث؟ طيب نشوف نشوف يا جماعة أنا أحب دائما التوثيق العلمي نعم حرق الغابات دي؟ نعم حرق الغابات سميت إعصار النار انظر هذا حدث عام 2012 في غابات أستراليا وهو من أعنف أنواع الأعاصر لأول مرة يراه العلماء رأوه في البرازيل 2010 والآن رأوه عام 2012 في غابات أستراليا ويقولون إنه من أشد أنواع الأعاصر تدميراً فهو يستطيع أن يحرق مساحاتها إلى خلال زمن قصير جداً انظر كيف يرتفع لسان اللهب لأكثر من 300 متر في الهواء ويسير بسرعة هائلة ومدمرة ويحرق كل شيء نعم الآن هذا الإعصار الذي صوره الباحثون اليوم انظر كيف يدور ويحرق عنيف جداً يعني نعم ويؤكدون أنها المرة الأولى التي يشاهدون فيها إعصاراً كهذا وهذا الإعصار لا يحدث إلا في الغابات في أستراليا وفي البرازيل وأمريكا هل تتخيل أن هناك كتاباً يتنبأ عن حدوث هذا الإعصار؟ يعني العقل البشر يقف عند هذه النقطة الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة في شأن ذلك الرجل الذي كان لديه جنة وذرية ضعفاء وتجري من تحتها وحد داخل يحسينه نعم فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار إعصار فيه نار فاحترقت العلماء اليوم يسمون هذا الإعصار إعصار النار ولكن بعد دراسته في السنة الماضية 2015 قالوا لا يوجد شيء اسمه إعصار نار هناك إعصار عادي يتقدم دواماً من الهواء وهناك حريق ونيران وتدخل هذه النار داخل هذا الإعصار إذن التعبير العلمي الدقيق هو إعصار دخلت فيه النار القرآن لم يقل فأصابها إعصار النار قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون سبحان الله فالآن أمام هذه الحقائق دعني أتساءل النبي عليه الصلاة والسلام هل ركب البحر مرة واحدة في حياته أكيد لا لكن يروح روحية الشام ما كانش فيها بحر ما فيش بحر وطريق الهجرة ما فيش بحر صحيح صحيح كشف العلماء حديثاً على عمق خمسة آلاف متر أمواج بارتفاع خمسمائة متر ارتفاع الموجة خمسمائة متر دعني يجرى في الحاجات اللي في البغازين نعم هناك في المحيط الهادي وقالوا إن هذه الأمواج التي ترتفع لخمسمائة متر تحتها ظلمات شديدة يمكن أن نرى الفيديو طبعاً أطرد روما هذا في بحر لوزان هنا مضيق لوزان وعندما نزلوا بالغواصات هذه الصور طبعاً يعني علمية البحث قامت به جامعة واشنطن عام 2013 وتبين أن هناك أمواجاً بارتفاع ناطحات السحب بحدود خمسمائة إلى ستمائة متر ارتفاع الموجة وقالوا هذه الأمواج أعنف من الأمواج السطحية بعشرة آلاف مرة يا أعنف عنيفة جداً نعم يعني دي مشوالة كارباد وطوالة الطاقة ناوي لا لا عظيم لذلك قالوا إنها المرة الأولى التي نكتشف فيها هذه الأمواج العميقة ولدينا الآن أمواج عميقة وأمواج سطحية القرآن العظيم ماذا قال عندما شبه أعمال أولئك الملحدين والغير المسلمين الذين يعني أعمالهم كسراب ماذا قال فيهم أو كظلمات في بحر اللجي عميق يغشاه موج من فوقه موج انظر إذن الملحد قلين أخرين الأيد يعدت عليه آه صورة النور سبحان الله الملحد هنا هنا تحت أو كظلمات في بحر اللجي عميق خمسة ألاف متر يغشاه موج هذا هو الموج من فوقه موج من فوقه سحاب رتب لنا سبحان الله كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أولاً أن هذه الأمواج لا توجد إلا في البحار العميقة بحر اللجي وأن هذه الأمواج موجودة وأن هناك ظلمات قال إذا أخرج يده لم يكد يراها لم يقل لا يراها لم يكد لماذا؟ لأن الله خلق في هذه الأعماق مخلوقات تستعين على غذائها وحياتها تصدر الضوء كائنات مضيئة سبحان الله لذلك يعني أنا أقول دائماً هذه الحقائق التي نراها أنت كم مرة قرأت قوله تعالى والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع كثير طيب دعنا نرى هذا البحر هل تحب أن ترى؟ فضل نعم مع الصوت إذا سمحت مع الصوت لا سمحتك فضل هذا هذا بحر يحدث في جزر هواي نعم هذه حمام منصهرة تتدفق باتجاه البحر وتمتزج مع الماء وعلى الرغم من الحرارة العالية تتزج مع الماء غريبة جداً جداً نعم نعم سبحانك يا رب سبحان الله سبحان الله انظر هذا هل يستطيع إنسان أن يحدثك عن البحر المسجور؟ ايه ده؟ ده حتى حتى التعبير يعني الرعب ده مرعب الرعب ده انظر ربطه بعذاب الله إن عذاب ربك لواقع انظر يعني أيها الملحد أنت ترى هذا البحر أمامك لا تستطيع أن تقترب منه أو حتى تنظر إليه فكيف ستتحمل عذاب الله يوم القيامة؟ والبحر المسجور أي الملتهب إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع انظر كيف تصب هذه الحمم المنصهرة فهي لا تستطيع أن تبخر الماء ولا يستطيع الماء أن يطفئها على الرغم من مرور آلاف السنين وهذا المشهد يستمر سبحان الله